طيب يا سيدي احنا عندنا موضوع سلطان البهرة والحقيقة هنا تكمن علامة استفهام اخرى هي في عدة علامات استفهام دي كل سنة عارف انت قال له مش في عيد بيجي بعد رمضان وفي عيد ما بيجيش بعد رمضان قال له اه قال له لا بس هو العيد اللي بيجي بعد الوقفة احنا عندنا سنويا زيارة لسلطان البهرة ويستقبله استيسي مرة يدي المصر 10 مليون جنيه اسف يعني والله اسف جدا 10 مليون جنيه اللي هو اي رجل اعمال بجد ممكن يتعشى بيهم او يقضي بيهم ليلى في فندق غالب شوية في جزر البهامة او في اوروبا فما تقنعنيش انه الراجل ده بيقابل السيسي عشان كده وما تقنعنيش ان السيسي مهتم بيه عشان البهرة بيجدده مساجد قال البيت معلش انا اسف والله في تعبير يعني هو المساجد يعني مسجد السيدة زينا بالنهارده اللي تم ترميمه ده يتكلف كاب الترميم ده يتكلف كاب نص مليار ها جلتلك من الاخر او نص مليار عشرة مليون دولار او طبعا ما جابش نص مليار جنيه بس نص مليار عشرة مليون دولار لهم تمن انه واحد من هذه الفئة يقابل الرئيس بشكل سنوي هنا لازم تفعل انتو استفهار قاله طبعا مش هسأل الاسئلة اللطيفة اللي بتتسئل على السوشيال هم فين الاخبتوا حزب النور مجموعة مخبرين ده يقدر يفتع بقه يقدر فيه مدكر اللي كانوا بيستقسدوا على مرسي حافظ القرآن يقدر فيهم حد يفتع بقه البهرة دولة طائفة مكفرة مكفرة فتوى في دار الافتاء ومجمع فتاو الازهر الشريف بتكفير طائفة البهرة الدولة المصرية انا برضو مستغرب من انه الشيخ الازهر يعني ما يقدرش يفتع بقه سيبك من المفتي ده ده انتعارفين شغلته ايه انا طبعا مش هسأل اسئلة دي فين الاخوة بتحس بالنور تسلم النهاردة لما شفت انا جزء كده من اللي عملو ده اللي ارى القرآن النهاردة في السيدة زينب واحد من طائفة البهرة مصر التي يجمع عليها العرب ان القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر وحفظ في المغرب دي المقولة المشهورة القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر وحفظ في المغرب اللي ارى القرآن الافتتاح النهاردة واحد من البهرة لا فيش قرق مصر ينفع بفلوس يا كلاب فهنا القصة تكمن على انه فين علامة الاستفهام؟ اين علامة الاستفهام؟ ليه الراجل بيقابله كل سنة؟ وليه مسلمهم موضوع مساجد قال البيت؟ ده الحكاية كلها يا سيدي مش هتتكلف زي طراب اليهود اللي انت صلحتها في البستية طب انت صلحت طراب اليهود على حسابك بتلتمية مليون وعملت المعبد بتاع اسكندرية معبد اليهود في اسكندرية بتلتمية مليون مجردش بقى على المساجد مديها لدولا ليه؟ ففي علامات استفهام غريبة جدا 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 طبعا انا هكتلك الحكاية دي السنة اللي قبل اللي فاتت عشان برضو الناس اللي بليتفرج علينا الاول مرة اول اللي نسيت طائفة البهرة هي طائفة من طائف الشيعة المتطرق برا الشيعة كمان ده الدنيا تقلبت على مرسى الله يرحمه لما جاب احمد نجات فاكرين محمد حسان لما طلع الله يدي نسحة بقى عايش اهو بس لا يستطيع ان يفتح فمه سبحان الله مع ان القرآن قال يا اخي عزة على الكافرين اذلة على المؤمنين المفروض يعني بس اللي بيحصل العكس لكن ما علينا الدنيا تقلبت على مرسى لما جاب احمد نجات هنا في وزار الحسين بس وبالك بقى شوفه بيعملوا ايه؟ طائفة البهرة دي طائفة من الطواقف الشيعية الاسماعيلية المتطرفة وزا قلت لكم في فتاة بتكفرها داخل دار الافتاة المصرية وعند مجمع العلماء الازهر عندهم قناعة انهم عندهم مهدي منتظر برد ما هي كل كل الاديان لديها نفس البشارة بتاع الاخوة في المسيحين عندهم منتظرين خروج المسيح واحنا كمسلمين سنة عندنا يقين بالمهدي المنتظر والشيعة ايضا لديهم الامام الغائب فكل واحد منتظر حسب عقدت يعني منتظر اللي هيخرج فدولها منتظرين المهدي منتظر بتاعهم وعلامته انه سيخرج عافاكم الله انا اسف والله من احدى البكابرطات المجياري يعني في مصر الفاطمية تعرفين مصر الفاطمية كانت الشيائية زي كان هم اللي مسكنها فلما جهل ربنا سبحانه وتعالى يرحموا يجعلوا في ميزان حسنات و صلاح الدين ايوبي وقضى على المذهب الشيائي وعاد الازهر الى مذهب السنة الاشاعرة فهم عايزين بقى دي عقيدتهم انهم المهدي بتاعهم هيطلع من بلاعة في مصر الفاطمية القديمة اللي هي الحتة اللي بيشتغلوا فيها دي حسين حسين والسيدة زينب حبيبي ساكن في الحسين والسيدة السيدنا الحسين على راية عبدالطلب فده دي قناعتهم فانت بتجيهم ده النهاردة بقى السنسي طلع خلص قال لك ايه بقى اهو ادي يا سيدي اللي بيقرأ قرآن في مصر ادي يا سيدي اللي بيقرأ قرآن في مصر في الافتتاح النهاردة واحد من البهرة والله يا يوسف انا عايز اقولك حاجة انا نسيت والله النهاردة معليش الواحد كان النهاردة مشغول في كذا حاجة كده لو انا كنت 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 تعجبلكو فيديو لسلطان البهرة ده وهو العقائد بتاعتهم هو قاعد فوق كده واقف فوق يعني كأنه تعالى الله عما يشركه كأنه ربنا سبحانه وتعالى وهم تحتيه بيبقى عنده فيديو الشعائل بتاعتهم كده هو فوق والناس تحتيه كده عملين ايه ده الدين بتاعهم ايه فبصوا ادي السيسي واده مصطفى مدبولي دولة كلها عشان ايه يعني بغض نظر احنا المرة اللي فاتت جبنا العلماء المتخصصين في المعمار الاسلامي وقال انه اللي حصل ده تشويه للمعمار الاسلامي لكن انا هاركن ده على جامب تشويه تشويه اجت على دي عم انا بس هقف عن ليه بقى 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 ها ده كله ده بقى بقى عشان السيسي يروح ومصطفى مدبولي يروح والدولة تروح بقى بقى هو هلي استحق العلاقه تستحق النهاردة بقى السيسي خلصناه بالجام لانه الصفقة اكبر من كده الصفقة اكبر من انه عشرة مليون جنيه حطهم في صندوق طحية مصر بتاع الصفقة لها واجه تاني عشان كده السيسي النهاردة طلع قال يعني لو نقدر نخلي البيوت اللي حوالين السيدة والحسين والبيوت دي كلها نهدها بقى عشان نسلمها لهم نسلمها لهم على بعض هل هنشوف عندنا خطة كبيرة قاوية لتطوير المساجد والي يعني بتاعت قال البيت وايضا اللي كانت للصحابة اللي يجم على مصر والصالحين ويمكن لسه كان بيبقى فيه عرض من ايام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد اخرى كثيرا اللي هي من اول من اول الالعة فوق او من اول السيدة نفيسة لغاية من نصل اينا السيدة زينب ان شاء الله ولو النهاردة وده كلام بقوله لنا كلنا ان احنا لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللي هي يعني ظروفها كانت تتنشأت بجانب كتير من المساجد دي احنا لو ممكن نعوض الناس تعويد كويس عشان نقدر نخرج هذه المساجد بالاخراج المناسب اللي كانت موجودة عليه باماكنها احنا ممكن نعمل كده واحنا متحركين في ده مش عايز اطيل عليكم لكن عايز اقول ان ربنا سبحانه وتعالى اكرم مصر بان يكون يعني اقل اباية النبي عليه السلام عندما يعني يبحثون عن امان وعن مكان يستقروا فيه فيه حماية وفيه حفظ وفيه استقبال يليخ بهم كانت وجيتهم مصر ووجدوا في مصر فعلا الامن والامان اللي هم كانوا بينشدوا ده من فضل ربنا علينا عايزك يا ضيوع بعد اذنك وفي الكلمة كده تجيب لي المشهد اللي هم قاعدين فيه الاخوة بتوع البهرة ده عشان المشهد ده الحقيقة كان يجب يعني انه يقلب مصر كلها المشهد ده كان يجب انه يقلب مصر كلها لكن للأسف خاص كلهم بصوا لقل فاد ايو ده بصوا يا جماعة بصوا ده مصطفى مدبول يسيبك وده مش عاد ده محافظ القيارة ولا ايه ما عرفش مين ده اصلا بصوا بقى دول دولة سلاطين البهرة ده طبعا سلطان واحد بس دولة مشايخ البهرة تسليم مفتاح يا معلم تسليم مفتاح بحتى الطرق الصوفية مش موجودة الراجل اسمه ايه ابو ماضي العزيم ولا مش عارف ايه تاع الطرق الصوفية ده الطرق الصوفية مش موجودة الازهر الشريف مش موجود الحزب النور الاخوة اللطاف الزراف اللي كانوا موجودين في الانقاء ماش موجودين باهرة اللي هو عددهم زي ما قال الدكتور مراد علي ما يزيدش عن 10-15000 واحد في مصر بيتسلم لهم كل مساجد قال البيت تسليم مفتاح ايه عتقول لي ان ده مقابل انهم بيشطبوا المسجد من جديد او انهم بيدفع 10 مليون جنيه في مصر ايه عتقول لي كده تبقى شخص شديد السزاجة وقال لك ان هيبقى فيه 1000 عرض تعايا عم انا شطاب لك اصبح اقول لك الحكاية كل 10 مليون دولار ده ده رجل اعمال بالنسبة له المبلغ ده ولا حاجة لو رجل اعمال يعني يعني الاخوة اللي عندنا رجال اعمال اللي عندنا نشان طلعت مصطفى نجيب سواء الحاجات دي كلهم بالنسبة له ده فكة يعني فقع تتخيل ان الحكاية مقفولة في الملف ده الحكاية وراها اسرار كبيرة اشتركوا في القناة